الله معكم مرة تاني هلأ رح نحكي عن هجوم روسي عم بتقوم في قوات الجيش الروسي كمان بجعب اذكر مرة تاني واحدات واجنر استلمت مدينة بخموت لهون لغرب ايفانيفسكا لهيدا الطريق ومن تحته الجيش الروسي كله وكمان استلمت من هون تحديدها من هون المنطقة من فوق خروموفي شامل خروموفي لحد مدينة بخموت هلأ هون بودانيفكا في هجوم روسي قوي عليها كتير عم بيجربوا الروسي يفوتوا ببودانيفكا ويوصلوا لهيريروريفكا ماشي هلأ هون المنطقة هنا فيها كتير قلوي مع عربات مدرعة في عدد كبير مش سهل الامداد الروسي كله موجود هون وكان ينتظر هون لبما يسر له فرصة يفوت فيها على مدينة بخموت مثل ما شايفين فهلأ بالأساس الروس عم بيجربوا يهجموا بودانيفكا ويحاولوا يوصلوا لك من اطراف على هيريروريفكا الفكرة باعتقاد الشخصي باعتقاد الشخصي عم بيجربوا الروس ويوصلوا لهون ويخلوا بودانيفكا محاصرة يعني لاحظين هون كسافة الغابات فبيصير الامداد الوحيد هو عبر هالطريق هذا الصغير هون متل ما نكون شايفين على المنطقتين هون هون في كمان ضيعة ما شفتوها فهون في كمان كاتبة مستيرات تدعم العمليات هون كاتبة الدرونات الروس عم بيجربوا قد ما فين يتغطوا باعتقاد الشخصي عم بيجربوا يوصلوا لهون يسكروها ويوصلوا لهون بسكروها بتوع هون المنطقة كلها بحصار يعني تصير المنطقة كلها بتتنفس من ممرات ضيقة عبر هالطرقات هون متل ما شايفين واحد اثنان وثلاثة كمان الروس عم بيجربوا يعني يكون هجومهم شامل وواسع وموصول بجبهات اخرى يعني هجوم عبو دانيفكا وهجوم على أوريخوف وفاسيليكا وعم بيجربوا نفس الوقت يطلعوا على من كيفكا من كيفكا فيها تجمع قوات كتير كبير اشت فترة لما سحبوا الاحتياطات من القوات من بخموت جمعوهم هون هلما اشتركوا في القناة